أكتر حاجة تشجع أنه واحد فهمه بيعمل إيه لما راح المكان الجديد مش بضايع وقت بيتكلم يعني مش بس أنه مش عايز يسقل على الكنيسة وإن كانت الكنيسة لم تتأسس بعد هنا لكن حتى البيوت التي استضافته هو مش عايز يسقل على البيوت اللي دخل فيها وبيستخدم مهنته وبيستخدم خبرته علشان يصرف وينفق على الإنجيل وعلشان يكون لي مدخل القضية مش قضية أنه بس كلا وبرس كلا هما بس الاتنين الخيامين في البلد ده ده سوء ودي صناعة ويمكن من خلال خبرته في صناعة الخيام كان ده وسيلة كمان أنه يصل إلى كل من هم يعملون في هذه المهنة ويمكن أكلا وبرس كلا قضو لكل الصناعية اللي في صناعة الخيام بعد كده فيمكن ده ده بتشولينا على أن الخادم بيقدر يستفيد بكل إمكانية عنده بكل وقت عنده بكل طاقة عنده عشان يكرز بالمسيح في وقت مناسب وغير مناسب